تأكيد على عودة العلاقات الأمريكية الأوروبية وتقوية حلف شمال الأطلسي النيتو أبرز ما شدد عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعماء الأوروبيون خلال مؤتمر ميونيخ للأمن بايدن وخلال أول ظهور كبير له على الساحة الدولية شدد على أن بلاده مصممة على استعادة ثقة أوروبا وتعزيز التحالف عبر الأطلسي أتحدث إليكم كرئيس للولايات المتحدة في بداية إدارته لأبعث برسالة إلى العالم مفادها أن أمريكا عادت لن ننظر إلى الوراء الشراك بين أوروبا والولايات المتحدة يجب أن تكون حجر الأساس الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل تجاه حلف النيتو بايدن اتهم روسيا ورئيسها بالسعي لإضعاف المشروع الأوروبي وحلف النيتو محذرا من عودة شبح تكتلات الحرب الباردة رسالة بايدن لاقت استحسانا من الزعماء الأوروبيين إذ أكدت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أن بلادها مستعدة لفصل جديد من العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة ميركل أكدت أيضا على التزام بلادها تجاه حلف شمال الأطلسي ألمانيا ملتزمة تجاه حلف شمال الأطلسي باعتباره الركيزة الأساسية للتعاون عبر الأطلسي أيضا ألمانيا ملتزمة تجاه سياسة الدفاع الأوروبية وألمانيا مستعدة لفصل جديد عبر الأطلسي من جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل مقون أنه يتعين على أوروبا والولايات المتحدة التعاون والعمل معا من أجل الأمن والمناخ وتوفير اللقاحات كورونا للدول الفقيرة وخاصة القارة الإفريقية